ازدياد في حالة إصابة العديد من المواطنين بمرض السرطان في الوقت الذي تسود فيه مخاوف من إغلاق المركز الحكومي الوحيد لغلاجهم فالمرض الذي بدأ ينتشر بشكل كبير في مناطق الريف والمدينة في اليمن بات يحصد أرواح المئات سنويا في ظل ضعف وسائل وإمكانيات مواجهة المرض خاصة في بلد يملك مركزا حكوميا واحدا فقط لمعالجة الأورام السرطانية بالإضافة إلى نشاط محدود للغاية في المراكز والمنظمات الخيرية المحلية المدنية التي تعمل في هذا الاتجاه وتأتي المبيدات المسرطنة والتي ترش على نبتة القات في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ازدياد حالات المصابين بمرض السرطان في اليمن حيث ذكر تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية أنى متوسط الحالات المسجلة يبلغ نحو عشرين ألف حالة سنويا في وقت لا يجد فيه آخرون القدرة للوصول إلى المشفى ما يجعل الأعداد غير المسجلة تبدو أكثر من ما هي عليه في الواقع تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية عن احتمال إغلاق المركز الوطني لمكافحة الأورام في صنعاء سبب محدودية الموارد المالية وشخ المستلزمات الطبية وهو ما يضاعف من معاناة المرضى ويهدد حياة الكثير منهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر